الكتاب يقول إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص لذلك آمنت ثم تكلمت يعني أنا أؤمن إيمان قلبي بالشيء اللي أنا اقتنعت فيه وغير حياتي وشكلني تشكيله كامل في حاجة وحنا نتكلم عن يقولون خلاص جسيل سنزار وانت بتعمل المقارنة الرائعة دي أنا جف في ذهني حاجة إزاي أدبع قائد مش عارف رايح فين لا يعلم ده دي المقارن في المقابل المسيح بيقول إيه إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فهو عارف رايح فين عشان كده بيتكلم لما يجي بيقوله آرنا الطريق قاله أنا هو الطريق والحق والحياة هو عارف ومين فأنا بدبع قائد هو مدرك حياة تانية لو أنا قائد مش عارف رايح فين إزاي أدي ضمان لناس يروحوا المكان اللي أنا مش متأكد أنه أنا رايحه وده بيخليني هل أنا لو أنا هختار قائد لي أختار قائد عارف الطريق واللي هختار قائد يضللني ويخدعني وعلى فكرة الموضوع خطير يا سيسة نظار الموضوع بيتعلق بحياة الأبدية الموضوع مش بيتعلق ببحث الحياة تانية وأنا بوصل الكلام ده لكل مشاهد لا نوع من التحدي ولا نوع من كذب جماهيرية ده نوع من الحب المسيحي اللي داني الخلاص أنا عايز أشارك هذا الخلاص للآخرين وده اللي قاله يوحنى أنا اختبرت بكتب ليكم ليه أنا مش بكتب ليكم عشان عايز جماهيرية أكتب إليكم ليكون فرحكم كاملا أنا عايزك تيجي وترجع وتاخد بهجة الخلاص بالمسيح المخلص اللي فيه وحده قدامنا الأكيد للخلاص يعني فيه شيء دائما بكرره جسيس ثابت إنه المسيحية بتختلف عن سائر الأديان كل الأديان بتدور حول تعليم شرائع عقائد تقوس فرائد ممارسات بتحاول توجه الإنسان إلى الله أما المسيحية فهي حياة المسيحية بتتمحور وبتدور حول شخص يعني لاحظ دائما كل حديثنا حول شخص والمثال هو الشخص وأي شيء لازم نعمله من خلال هذا الشخص شخص يسوع المسيح فالمسيحي بتتمحور حول شخص هذا الشخص هو الرب المقام من بين الأموات يسوع قام من الموت وهذا بيعطي شرعية بيعطي مصداقية للكلمة يعني قال أنا هو خبز الحياة أشبع الألاف أنا هو نور العالم فتح عيون العمي قال أنا هو القيامة قام من الموت فهو القادر على كل شيء فهو قادر أن يطهر وأن يغير وأن يبرر وأن يحرر وأيضا قادر أن يكتب اسمك في سفر حالية لأنه هذه المصداقية أنه حي هذا الفرق إحنا مش بنتبع نبي مية لكن شخص حي